امبراطورية الروم البيزنطية مع تولي مانويل أنه عن سنة 537 للهجرة قوى تحالفه مع البلاط الألماني وتزوج أخت ملكهم كونراد وفي المشرق استعاد الأمير عماد الدينزينكي إمارة أرهى من الصليبيين فتداعى الغرب لشن حملة صليبية ثانية قاد الحملة لويس السادة ملك فرنسا وكونراد الثالث ملك ألمانيا لكن السلاجقة سحق القوات الألمانية في معركة دوليوم سنة 541 للهجرة ففر كونراد ووصل إلى القدس عن طريق البحر والتحق من تبقى من قواته بالحملة الفرنسية التي وصلت إلى بيت المقدس وقرر الجميع مهاجمة دمشق لكن والي دمشق معين الدين أنر صمت وأرسل يطلب النجدات من صهره نور الدين سنكي فانسحبت القوات الصليبية وعاد الملكان إلى بلديهما كان من نتائج فشل هذه الحملة أن قام الإمبراطور البيزنطي مانويل بإخضاع إمارة أنطاكيا الصليبية فانتقل ارتباط الإمارات الصليبية في الشام إلى التبعية لبيزنطا وفي سنة 559 للهجرة حدث تحالف بيزنطي صليبي أرمني لقتال نور الدين سنكي فالتقى الطرفان عند مدينة حارم وانتصر نور الدين انتصارا باهرة وتمكن من أسر العمراء بوهيموند وريموند وكوستنطين كولمان ولوزينيان وفي سنة 564 للهجرة أصدر ملك القدس عموري هوامره بانطلاق الحملة الصليبية ضررا والحملة البيزنطية بحرا لاحتلال دنيا فتصدلهم المسلمون بكل بسالة وهزموهم شر هزيمة ولمع نجم صلاح الدين العيوبي الذي أنهى الحكم الفاطمي واستقل بحكم مصر في سنة 571 للهجرة حدثت معركة كبيرة أخرى بين مانويل والسلاجقة وقد انتصر فيها السلاجقة بقيادة قلج أرسلان انتصارا كبيرا بعد مانويل تولى ابنه القاصر أليكسيوس الثاني وبعد ثلاث سنوات من توليه قتله أندر نيقوس كومنن ابن عم مانويل وأصبح هو الإمبراطور فبطش بالأمراء السريبيين وبالنبلاء وتصادف عن هاجم ويليام أن يرسق لي القسطنطينية أثناء غياب أندر نيقوس عنها فلمع نجم القائد إصحاب أنتيلوس في الدفاع عن العاصمة ونصبه الشعب والنبلاء إمبراطورة ولما عاد أندر نيقوس للمطالبة بالعرش ألقي إلى الناس فقتلوه وكان ذلك نهاية عهد أسرة كومنن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر